السلام عليكم ورحمة الله معكم أخو المصطفى عبدالله إن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة سن ريشة البلطة تمام؟ ريشة البلطة كده زي ما انتم شايفينها دي بلطة أنا سنينها قدام لسه سنينها دلوقتي حالا بس عايزين نتكلم عليها بس قبل ما سننا أنا بس مش عارف التصوير كده واضح ليكم ولا لا بس إن شاء الله يكون واضح تمام؟ ريشة البلطة بس قبل ما نفكر نسنها بس عايز نفكر مع بعض شوية هو البلطة بتاكن من أنه اتجاه طبعا البلطة بتاكن من الاتجاه ده تمام؟ بتاكن من الجنب ده وفي نفس الوقت بتاكن بالريشة العالية دي اللي هي اللي واضحة قدام حضراتكم دي عفوا فهنا دلوقتي لما هاجا سن البلطة لازم الجنب ده اللي هو اللي هي البلطة بتلف منه يمين كده مثلا الرشتين يكونوا قصاد بعض على قد ما نقدر ان احنا نطلعهم قصاد بعض يعني طبعا الرشتين لو مش قصاد بعض في سنة البنطة البنطة في ريشة هتبقى سبقى ريشة في الاكل بالنسبة للمخرطة مثلا او بالنسبة للمدقاء فالبنطة كده هتوسق يعني ممكن توسع لي نص ميلي ممكن توسع لي ميلي على حسب البنطة وعلى حسب الخامة اللي هي بتشتغل فيه لكن على قد كل ما كان الرشتين دول قد بعض واحنا بنسنهم تمام بتكون البنطة بعمر الله بتطلع لي المأس مظبوط يعني لو هي 19 هتبقى مثلا 19 واحد من 10 19 مثلا 2 من 10 بالكتير مش هتبقى اكتر ممكن فبرده انا هوريلكم دلوقتي على البنطة دي الاول انا سنتها ازاي طبعا انا عندي الحجر او بنيم البنطة كده جنب البنطة اللي هو الجنب ده على جنب الحجر تمام؟ وبلفي ايدي سنة بسنة بسيطة مع اللفة دي انا بطلع البنطة القدام شوية بحيث ان هي توطيلي الجزء اللي ورا شوية هليني كده بص معاكم نراجح تاني الحركة اللي انا عملتها دي انا هنا خدمت البنطة على قورة الحجر تمام بالزبط كده ولما جيت الافت اللفة في البنطة ما لفيتش ايدي عيدل انا لفيت وسحبت ايدي دي الورا شوية تمام؟ انا كده هنا برضو خدمت البنطة على الجنب ده ولما جيت الافت سحبت ايدي الورا هنا شوية بحيث ان هي تكلي من الجنب ده اكتر شوية من الحتة الورانية تمام؟ طيب لو جيت هنا بص على ايه البنطة اللي انا سنينها كلها يعني مثلا دي بنطة عندي مسنونة في قلب الورشة لو جينا نبص عليها هللاقي نفس الكنام اللي انا بتكلم فيه هنا الجنب ده هو اللي بياكل تمام؟ الجنب اللي ورا ده لازم يقبواطي الجنب اللي ورا ده لازم يقبواطي طيب اللهم صلى على النبي صلو معنا على الرسول عليه السلام معنا هنا اطمت بونطة صغيرة طبعا انا هنا بواسط بوزة من قدام عشان ابدأ اسنها معاكم واحدة واحدة طيب بسم الله اشتركوا في القناة 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 بحيث ان انت تتبع حركة ايدي وانا شغال انا كنت بريح البنطة الاول كده بخلي الجنب ده مريح على الحجر هنا تمام وبعد كده بحركها مثلا حركتين كده وبعد كده بقوم لافف البنطة في لفتي للبنطة دي بقوم ضغط على الجنب اللي هو الجنب الخلفي للبنطة اللي هو الاخر الريشة اللي هنا عشان اريح اخر الريشة دي لو جينا نبص كده هنا للبنطة تمام الريشة القدامانية دي هي اعلى حاجة في البنطة واخدين بس بقى الحضراتكم من الحتة دي الحتة دي مريحة من هنا شوية مش في نفس السوا العالي بتاع دي لو جينا نبص هنا برضو هنبص فنلاقي البنطة عالية من قدام من هنا ومرياحة من ور بعمر الله دي طريقة بعمر الله تكون طريقة انها تخليكم تسنوا البنطة وطبعا السمسمة بتاعها من قدام زي ما انتم شايتون كده هين تمام شكرا لحضراتكم